إزاي نعرف في حلقتنا توصية النبي عليه الصلاة والسلام بالمرأة وبالنساء بس قبل ما أحكي لكم تعالوا الأول نعرف وضع المرأة كان إيه قبل الإسلام وإزاي إن الإسلام جه وأعز المرأة وأكرمها تعالوا ما أشرح لكم إنتوا عارفين وضع المرأة قبل الإسلام كان إيه كانت المرأة تعتبر سقط متاع يعني الواحد لما يموت كده فيجو يورسوا الحاجات الورث اللي موجود فيعملوا إيه يلا المرأة من ضمن الورث اللي هيتوزع وكانت المرأة لا لها كلمة ولا لها وأبوها ياخدها يبحها ولا مش عارفة مين ياخدها أو ابن زوجها ما عرفش ياخدها بعد أبوه ما يموت كانت مهانة مهانة ولا لا أي حقوق المرأة لما كان بيموت زوجها كانت تقعد سنة زي حظيرة كده بتعمل وشها بالبعرة عزكم الله بالفضلات وتحط على وشها سنة كاملة لحد ما تبقى ناتنة كده ببراحتها ورحة مؤرفة جدا وبعد سنة تختسل بقى ولا تروح تشوف إيه علشان كل الكلام ده كان فيه إهانة للمرأة أو كان لو حاضط المرأة كانت لا تآكل ولا تشارب وكأنها حاجة مس كده من الشيطان جي الإسلام أعز المرأة تعالوا بقى النهاردة نشوف إزاي الرسول على السلام وصة بمعاملة النساء وإزاي كان بيعاملهم بالرفق وصة كده عاملهم برفق وبلين ولطف هو ده على فكرة هي المرأة منفعش تتعامل غير برفق وبلين تتعامل معاها تطلع جنونتها عايز أقولك تطلع عليك فاللطف واللين والتفاهم كان دايما بيوصي عليها حلقة النهاردة عشان نخبر كل نساء العالم مسلمة وغير مسلمة كل نساء العالم وإنت كمان ذات نفسك تعرفي كمسلمة إزاي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بقى طول الحلقة كان مهتم بيك وحريص على مشاعر المرأة ومشاعر النساء وإزاي كان بيعامل أهل بيته وزوجاته وبناته وقال يعني وعليسة تصمي خيركم خيركم لأهل دي كتصيط وأنا خيركم لأهل قبل ما نتكلم عن أول حاجة اللي بيحب حاجة بيوصي عليها قبل ما بيموت النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما ماته وصيكوا بالنساء خيرا رفقا بالنساء قبل بس ما غالي خليني أقول لكم جزئة دي في خطبة الوداع بيوصي على النساء إحنا غاليين قوي في الدين المرأة غالية في الإسلام خلينا النهاردة نتكلم عن أول حاجة عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كلها الخاصة بالبنات لا تكرهوا البنات قال كده أنتم تكرهوش البنات فإنهن المؤنسات الغاليات الحديث كان الألباني قالوا أنهو ضعيف في الجامع وبعد كده صححه وقال حديث صحح ترجع الشيخ وصححه بعد كده لا تكرهوا البنات الناس اللي بتكلم من قال كده عليه الصلاة والسلام شوف أول حاجة كده أول حاجة تفرحي بيها يبقى أنا أفرح أن أنا أنسة أفرحي كونك أنسة كده وأن أنت لك يعز في الإسلام والإسلام كرمك والنبي على السلام بيوص عليك وصيتك تربية البنات برضو سمعت عقبة بن عام البول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات فصبر عليهم وأطعمهن وسقهن وكسهن من جدتي من تعبي يعني ومن حر مالي كنا له حجابا من النار يوم القيام تربيتك الصلحة تبقى حجاب لأبوك يوم القيام من النار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر